توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسهار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 200 و3 أطنان مواد غزائية وغير غزائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلع على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 103 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسزيدة من السهر الرسمي لاستلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط قرابة 100 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 70 قضية خبز ناقص للوزن و91 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 119 طن ترجمة نانسي قنقر